المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي منذ اعتماده عام 2013 وهو ما يؤكد على التزامها تجاه اللغة العربية وتعزيز حضورها لدى النخب المثقفة والجمهور العام على حد سواء هذا وتضمن تحتفالية المركز ورشة عمل للخط العربي ولقاء حواريا يحمل العنوان النفسة لليوم العالمي للغات العربية ومواضيع أخرى حول نقل المعرفة العلمية وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر المعارف باللغة العربية